واجبنا تجاه الولادوه بدون ما يأثر هذا الشي على عيلتنا أبدا بس يا أنيس يعني معقول يربى وريسنا بعيد عن البيت إذا عارفوا الناس بهذا الموضوع فوقتها رح يصير عنا فضيحة كبيرة أنا كمان ما بدي يضل هذا الولد بالبيت بس هالولد ما بعرف شو سره هو من هلأ عم يخلي الكل يحبه ويتعلقه فيه آه إختي سيندورا معا حق بحكيا حكيا كتير صحيح إختي بصراحة هاد الولد كتير لطيف ما قلتي لي شو هو رأي حضرتك أنيس ابني بعد ما ثبت إنه هاد الولد هو ابنه لساهر بيكون معناها هو صار جزء أساسي من مسؤولياتنا برأيي أهم شي عنه بهذا الوقت هو رأيه لفدية لأنه الموضوع بيتعلق بساهر وعلاءته فيه وشو مكان القرار تبعنا فهو رح يأسر على فدية بأي طريقة أساسي منسؤولا ؟ أساسي منسؤولا ترجمة نانسي قنقر قصدي أخذتي شي قرار؟ لو سمحتوا تجوا تساعدوني تعالوا ساعدوني شوفوا شو عبيعمل ساهر لسمير طلع من بيتنا يلا يا شرير طلع من البيت يلا ساهر يلا طلع ساهر يلا روح يا ساهر تركوا طلع من البيت خلص تركوا انت شو عم تساوي فديا خلص انا بدي قلعوا من البيت من عنا ليكا كمان امك هون غبي رح قلعكم انتو اتنين لبرات البيت يلا طلعوا خلص تركوا ساهر انت ما بصير تساوي هيك هاد هاد الشي كتير غلط ليش ليش ما بصير فديا بارحك انت عم تبكي انا شفتك عم تبكي ليش لا حتى ما ارمي لبرا انت اهم من اي حدا تاني هون غبي لانه هاد الولد بيكون ابنك هاد ابنك وكمان بيكون حفيد لهي العالة ومكانه هو بيها البيت هاد سمعوا انا ما بدي عارض اي قرار انتو بتكن تاخدو بس هذا الولد بريء وما له زنب ابدا بالشي اللي عم بيصير بدي تفكروا بمصلحة الولد اول شي وقبل كل شي لما بتكن تاخدو اي قرار بهاي القصة فكروا منيح هو ما له زنب ابدا خلاص بيكفي تمثيل بقى كل اللي كان بدي اياكم تعرفوه انه ابني بيكون هو واحد من هالعالة صرتوا تعرفوه هالشي لهيك انا رح امشي من هون تعي يا ابني قرب خد بركات ستك قول بايلا شوف روحي ماشي مرت عمي سامحيني على كل شي يلا سامير استني سوريلي بنتي فيديا ما عحق بحكيا رح ناخد القرار اللي بيكون لما صلحة الولد قبل اي شي تاني قصة انه يعيش معك بعيد عن هاد البيت هالشي ما رح يصير ابدا ومشان هيك رح يبقى الولد بيها البيت يعني بدكن يعني ابعد عن ابني واتركه قضيت سنين كتير وقالها عايش بعيدة ومحرومة منه اخر شي جبتوا من الميتم لعندي لانه حبيت عيش هون انا وياه وانتو هلأ بدكن تبعدوني عن ابني مستحيل لك كيف بتفكروا بهالطريقة هاي بكفي سوريلي ما في حدا بكل هالعيلي مستعد انه يشوف تمثيلك ولا حتى كذبك بأي شكل ابنك هون رح يعيش وحياتك كتير منيحة لا هيك بدك تخليه هون شو هالحكي هادي يا اخي معقول عم تطلب من ام تبعد عن ابنه كيف بقدر ابعد عن ابني بس اقول كيف بقدر عيش بلا تتعوضي على هالشي مو حضرتك بتقدري انك تبعد عن اي حدا بسهولة كبيرة لا بالعكس انت لازم تنبسطي لانه ابنك رح يبقى عنا بها البيت والكل رح يدلله اكيد ايه بيضل مع ابوه مرت ابوه كمان اصفة بس هاي هي الحقيقة كيف بدي قدر اترك ابني هون جاوبني اذا ممكن انا ما بعرف اذا كان ابني حيعيش مرتاحون ولا لا ما بعرف اذا رح يكون مبسوط به البيت ولا لا انا انا ما بعرف كيف ممكن تعامله ابني حكي غلط لسه هلا شفتوا بعيونكم كل اللي صار معه سوريلي شفتوا ساهر كيف كان عم يعامل ابني بقسوة بس منشان مرته ترضى عليه لو ما ضليت معه هون فالله اعلم شو اللي كان ممكن يعمله ساهر فيه لسه انا ما رح يبقى هون وابني كمان ما رح يبقى يلا ابني تعال يلا استني استني يعني اذا بقدر الولد يبقى هون ليش هي ما فيها تبقى عنا بالبيت مع ابنه كمان كلامك صح يا سيد انيس الولد بحاجة لأمه اكتر من اي حدا تاني بالدنيا كلها كلها هياتنا اغراب بالنسبة للولد هي اول مرة بيجي فيه على هذا البيت وهو بحاجة امه اكتر من اي حدا تاني انا برأي ضروري تبقى عنا مع ابنه بس يا فدية يا سيد انيس انا قلتلك انه الولد محتاج امه كتير بترجاك تسمع كلامي وهذا اللي لازم يصير انا انا برأي انه هذا هو الصح ماشي تقدر تبقى سوريلي بالبيت بس لحتى ما يتعود الولد على البيت وعلينا وبعد هيك بتترك البيت فورا ما بدي ولا يوم اكتر من هيك ولما بيصير يتعود علينا وقتا سوريلي لازم تطلع من البيت فورا روحي روحي من هون ما رح خلي حدا يفوت لهون الكل صاروا اشرار طيب افتح الباب شوي بس لا انا ما رح افتح الباب لمين مكان يكون وما رح احكي معاك بنوب وحتى بس تجبيلي حليب ما رح اشربه كمان رح كبه كله قلتلك ما رح افتح الباب واحدة غبية يعني لهالدرجة زعلام مني ايه ايه انا زعلام منك كتير انت رفيقتي ولازم تسمعي حكي مو حكي غيري انت ليش خليتي هداكي الولد بالبيت وسوريلي كمان انا رح احبز سوريلي بالاخزانة وكب المفتاح ويتركها جوا بنت غبية حاول تفهمني انا انا عملت هيك بس مش عمصلحة العائلة كلها لا كلامك مانو مظبوط انا ما بدي احكي معايك ابدا وما بدي شوف هداك الشرير كمان وما بدي شوفها لسوريلي وما بدي شوفك روحي من هون يلا طيب افتح الباب شوي بس اسمعني ساهر افتح لي الباب اذا بتريد لا لا ما رح افتح الباب ابدا هاد الشي بصير معي كتير بس بدي وقع عقد لشي فيلم ياب يتغير دور البطلة من اساسه ياب يروح كله ياب تتغير البطلة كليا صدقيني ما حدا اشتر مني بتسميم حياة الناس قادرة ان يخرب حياة الناس من اساسها وبكون مبسوطة كتير انا وعم اعمل هيك مثل الحلوي سوريلي ما فيه ابدا مو صح انتي شاطرة بالتمثيل بس كمان انتي بتحكي كتير وهالشي ما بيعجبني فيك باي شكل ونصيحة صغيرة مني ان اليوم ورايح خفف يا حاكي ماشي يا شاطرة شايفتيون هدول اتنين مناسبين لبعض كتير مو سحلة فرق بيناتهم ابدا بترجك بس افتح لي الباب شوي بدي حاكيك ضروري لأ ليش عم تترجيني ما رح افتح لك الباب ابدا ليز يلا روحي من هون بالمناسبة فيديا امتى بتصلي عادة يمكن ساعة ستة الصبح ليش هيك ما في شي ومتل ما قلتيلي بدي خفف الحكي وراح اشتغل اكتر من اول بس هاد اللي حاعمله اشتغل شوفي عم تطلعي على شو انت شبح انت مو هون بس انا عم اشوفك هون تعرفي شغلي يا فدية انا انا ما فيني نعم اذا ما شفتك اشتغل ليش ليش لسا تكواقفي هون ليش ساري انت حكتيلي ياها بالانجليزي مو هيك قلتيلي قلتيلي ساري 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 حلو برافو تعالي انا سامحتك تعالي بس من اليوم ورايح تسمعي كلامي وعد انا رح اسمع كل كلامك دائما ممتاز كتير اه 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 فدية انا والله اشتقتلك كتير انتي انتي ما كنتي معي مشان هيك ما لعبت بالشي وما وما تفرجت على الشي حتى لك حتى 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 افلام كرتون ما شفتها ما شفت شي انا ما حبيت هالشي ابدا انا انا شفتك جنبي قبل شوي وقلت شبح 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 بس انا هلأ صرت احسن لما انتي صرت جنبي انا انا جوعان كتير وبيدي اتفرج على توم وجيري كمان طيب انت شو بدك تأكل الاكل اللي بحبه يعني مثل العادة اي لكن انت خليك وانا بجيب الاكل وبيجي فورا اوكي اوكي فدية فدية ساهر شبك ابني عم دور على فدية بتكون جوع عم تصلي بدك شي بدي فرشاية سناني فدية فدية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 أنا آسفة فديا أنا طولت شوي وأنا عم صلي محلك سمير تعقبني روح خد رضا ستك هو لسه لسه عطو صغير كتير وهو معه معه بتعلم كل عاداتنا يلا ابني روح لعن ستك الله يرضى عليك يا ابني تعي يا روحي تعي روح سلم على خالي فديا الله يحميك روحي يلا ابني صار هلأ لازم تروح تاخد البركة من أبوك روح غبي قوعك تقرب علي بالمرة وإلا بضربك أنا ما لأبوك ولا حتى بعرفك يلا روح من هون روح ولد غبي فديا وين فرشاية سناني شو ولد غبي ساهر ساهر وقف استني فديا بدي بدي أحكي معك بموضوع ضروري كتير فديا أنت أنت فهماني وضعي كله ومقدرة شو عم يصير معي أنا حبيته كتير بس للأسف نسيني بسبب المرض وبعدين راح وتزوج واحدة تانية فقليلي شو رح يكون إحساسي بعد كل اللي عملوا فيني طريت بعيد عن ابني واتركه لحاله سنين أنا عملت معك هيك لأنه أنت المرة اللي اتزوجها من بعدي والسبب اللي خلاني مع حبك أنه أنا لساتني لساتني بحبه لساهر كتير وأنت المرة اللي خلاتيه بعيد عني وعن ابني أصدي أنا كنت حبه لهيك حسيت بالغيرة وقت شفتك معه أنا آسفة فديا بس هلأ ابني سمير رح يظلوا مرافقني ورح اتعلم عيش لحالي معه فديا أنا بدي أوعدك وعد إنه ما بقى أسهجك أو دايقك بعمري صدقيني بعمري بقى ما رح قرب عليك لا أنت يا فديا ولا حتى ساهر بوعدك فهمتي شو قصدي فديا يلا سمير أنا متأكدة إنه دول كلمتين رح يأسروا فيك كتير فيديا ورح يساعدوني انتصر عليك طيبتك إزاي داي رح تكون سلاحي لوحيت ضدك ورح أخذ مكانك عن قريب بحياته لساهر وتطلع بره ويكون كل شيء إلي لحالي مه 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 يلا تفضلوا مه 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 بعد روح من هون ما تعد جنبي هاي الكرسي لقلي ولا تطلع علي ساهر خلي يعود هو صغير اذا بده يعود على هاد الكرسي أنا ما رحكم بالأكل بنوب ولا يهمك زاهر خليك قعد هون تعا معي سمير عود هون فديا فديا ترك الصحن من إيدك وتعي معي لقلة تعي عادي جم ساهر وأنا بسكوب لا لا ما فيني أنا لازم حط له الأكل كله شو فديا أنا اللي رح أسكب الأكل اليوم حبيبي تأكل تفاحة زاهر أعطي التفاحة لياكله خود إبني إنت بتروح للمدرسة؟ يعني ليش هو ما عم يرضى يجعوب حدا فينا؟ يمكن هو لساته خجلان مشان هيك ما عم يحكي لسا حطيهم حطيهم هون هدول مقلوا هدول إلي مرت عمي؟ شو خليها تحط الأكل هي غبية بتظل قاعدة محلة هي وابنة ناس أغبياء غبية ما؟ هاي البنت الغبية عن قريب رح تدمر لك حياتك وحياة فديا عن قريب رح تدمر لك حياتك وحياة فديا بدك تلعب فيها؟ تلعب معي؟ تاعا نلعب لعبة حلوة رح نلعب لعبة حلوة كتير يلا تاعا نبلش نلعب شايف؟ روح جيبة يلا روح 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 بسرعة يلا مرت عمي مرت عمي مرت عمي شفتيلي سمير ما عملاقي سمير وينه؟ أنا كنت عم بدور بس ما عملاقي يا ربي وين بده يكون؟ سمير دورتي منيح؟ بل كي بالصالون؟ ما لقيته دورت عليه كل البيت ما بعرف وين راح كيف؟ خلينا ندور عليه بسرعة ما تخافي أنا بدور وكيد رح لقي سمير 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 سمير؟ سمير؟ حبيبي يا عمري لا تبكي خلص خلص ما تبكي لهون حبيبي؟ لا تبكي يا روحي لا تبكي لا 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 تبكي لا خلص 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 حبيبي خلص ما استحي دموعك يا روحي طول بالك دمي طول بالك خلص يا روحي لا تبكي يا عمري لا تبكي يا عمري كان محبوس لحاله بالمستودع بالمستودع؟ ومين يلي يحبسه بالمستودع؟ خالتي يمكن فات على المستودع وهو عم يركض وراء الطابق وقت فات ليجيب الطابق يمكن الهوى سكر الباب عليه يا ربي دخيلك حبيبي كان لازم تناديلنا نحن منجيبها ما كان لازم تفوت لحالك تاني مرة لازم تناديل الماما ها؟ سمير ليش ما نادت لحد فينا يساعدك؟ لساته صغير على هاي القصة لهيك ما عارف يتصرف ابني لساتك خايف شي؟ قول بدك شي؟ قول يا روحي شو بدك قول قول يا عمري احكيلي حبيبي شو؟ شو يا روحي؟ سوريلي ليش سمير ما عم يحكي؟ خالتي لأنه سمير هو أخرس اه يا ربي شو كل هالمصايب هاي؟ ما بيكفي الأب مجنون وكمان بيطلع الأبن أخرس وما بيحكي؟ كتير منيح الولد طلع أخرس هالشغلة منيحة رح تخلينا ننفس كل مخططاتنا بسهولة كبيرة لأنه الولد هاد ما رح يقدر ابنه وبيفتح أسرارنا لحظة عن جد هذا الولد أخرس ولا أنت؟ أنت اللي قلت له يعمل حاله قدام العالم أخرس أنا أكتر واحدة بتعرف أنه التمثيل الفاشل بيجيب مصايب على الراس وبيعمل كوارس يا إختي ومستحيل خاطر هيك مخاطرة كبيرة الولد عن جد أخرس نيح؟ بس هلأ رح يبلشوا هالكوكي بالأسئلة رح يسألوكي ليش خباتي عليهم الحقيقة لهلأ وليش ما خبرتيهن من البداية وليش ما قلتيهن لياخدوه على الدكتور ما في داعي تخافي لأن عندي جواب لكل شي خليهن يسألوني وشوفي شو رح جاوب رح أخترع لهم قصص مو بس تسكتن ورح تخليهن كمان يحبوه كلن لسمير ويتعلقوا فيه ويسير الكل يدافع عنه ويجيب له شو ما بده فورا شو رأيك؟ بلا؟ وشو هالقصص هي؟ أنا ماني عم بكسب هي الحقيقة اللي معزبتني كل حياتي سمير من لما خلقه هوي أخراس بس لما خبرني الدكتور ما صدقته ما عرفت شو لازم أعمل بوضعه قال لي الدكتور إنه علاج سمير بيكلف كتير وقتا ما كان معي مصاري لحتى أقدر عالج سمير بس هالقصار معي ومستحيل إترك سمير بدون معالجه ومتأكدة إنه سمير رح يصير يحكي معكم بفضل دعواتي ودعواتكم أنتو والعلاج المنيح سمير رح يحكي ويصير ولا الطبيع ويعبي صوته البيت سوريلي تطلعي لا تاكلي هم ولا تخافي مشان علاجه لسمير نحن رح نأمل له أحصن علاج مشان يرجع يقدر يحكي مرت عمي بترجاك تسامحيني لأني خبيت عنكم الحقيقة بس أدقيني أنا ما كان قصدي خبي عنكم هيك شغلة بس ما كان عندي مجال إيجي وخبركم وما كان عنكم استعداد تتقبله سمير وهو بهالحالة لو عرفته إنه سمير طلع ولا تأخرس ما كنتو استقبلته بس لكو سمير ما عنده مشاكل تاني وهو طبيعي كله طبيعي مرت عمي أنا متأكدة سمير رح يصير وضعه أحسن من الأول إذا حسب محبتكم أكيد رح يتحسن ورح نظل نصلي ليتعافى سمير لا تخافي كلنا منحبه لسمير وقلتلك رح نصليله كلنا وإنتي كمان لازم تضلي عم تدعيله لحتى الله يشفيه بس ليكي أنا متأكدة إنه رح يحكي ورح يكون أحسن من الأول دعوات الأمة بتنرد إن شاء الله بيتعافى بس سؤال مين الأم اللي بدي تصليله ومين الأم اللي بدي تصوم لابنه ومين أم الولد اللي رح يستجيب الله لدعواته أمه الحقيقية اللي هي سوريلي قولها مرت أبوه فديا طبعا أمه الحقيقية رح تدعي سوريلي هي اللي رح تصوم لأنه هي بتكون أمه وهي اللي رح تعتني فيه ما بيصير حدا ياخد لحقها فديا صحيح أنه سوريلي هي أمه لسامير بس ما بتصور إنه الأم المثالية لحتى تعتني فيه بدي ياكي أنت تعتني اسمعني شوي الناس دائما بتتغير وهي تقدر تكون أمه منيحة كتير صدقني أنا ما فيني أخذ ابنه منه أكيد رح تكون أحسن أحسن أم بالنسبة له الطفل هات صدقوني تاكلي أنت شو عم تعملي شو بك ليش معنك صايمة شو هالحكي الفاضي مين؟ سوريلي؟ بدي تصوم؟ ما أنا مستعدي يصوم كرمال إبني الحقيقي لحتى تخليني هلأ صوم كرمال واحد غريب خرسي أوعيك تعيدي هالكلام مرة تانية فهمتي؟ إذا حدا شعفك عم تاكلي رح تصير مصيبة كبيرة ما لش قلك شغلة أنت كتير بتخافي ليكي خطط نعم بتنجح يوم عن يوم وصعب يكشفوها لهيك ما في داية تخافي أنت روئي وبس وما تاكلي هم بنوب يلا مصحيت أمك واطلعي لبرة سمعي بدك تمشي بالعادات متل ما هي أوكي ماشي أختي تعي معي لا تخافي أنا رح أتصرف فوراً صاير عم تخبي عني كتير شغلات لا مصح أنا شو خبيت عنك قد ما حاولت تخبي فما رح تقدري تخبي عن جيمس بوند أنت من الصبح ما أكلت الشي أنا شفتك مشان هيك أنا جبتلك أكل يلا تعالي لا أنا أنا ما لي جوعاني كيف يعني موجوعاني فدية كيف معقول تكوني ما عم تاكلي بالمرة لأنك عم تصومي وما بدك إياني أعرف أنك سايمي طيب طيب ليش ما قلتلي أنك سايمي فدية ما بصير تعملي شي بلا ما تقليلي إياه أنت وعدتيني تقليلي على كل شي بدك تعمليه وعدتيني تساوي اللي بده إياه كمان أنا أنا عم صوم هالأيام مشان أدعي لأبنك سمعني شو بدي يقلك ابنك سمير عاش طفولته بالميتم مع أنه عنده عالي وأبوه موجود تخيل هذا الولد أنه ما بيقدر يحكي معنا أبدا وهذا لأنه أمه ما قدرت تتأمل له علاج وقت اللي خلق أنت برأيك غلط تنصوم كرمال هذا الولد وندعيله؟ أكيد لا مغلط طبعا لا بس أنا مشان هي قررت صوم هالأيام شو ما صار يا فدية أنا كتير بكره لهذاك الولد هو واحد غبي وأنا معلي مضطر تصوم كرماله لو شو ما صار أنا جوعان كتير لا أنت معلك مضطر تصوم كرماله بس الأم هي بتصوم كرمال ابنها ماشي ليش أنت عم تصومي فدية؟ أنت مو أم ومزبوط؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر